أسعد الله وقاتكم أعزائي المشاهدين حالة من عدم الاستقرار متوقعة خلال الأيام القادمة خاصة مع نشاط الرياح وفرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 45 كم وتتسبب أيضا بارتفاع الأمواج قد تصل ما بين 7 إلى 8 قدم ما ننصح في أي نشاط بحري في هذه الفترة وكذلك متابعة نشراتنا الجوية باستمرار. آخر تحديثات صور الأقمار الصناعية تبين لنا عبور استحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الشمالية من المملكة العربية والسعودية وكذلك على أجزاء من دولة الكويت. بفعل تأثر أغلب مناطق شبه الجزيرة العربية بالمنخفض الجوي السوداني تصحب تكاثر في السحب. وأيضا نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية التي ستتحول إلى جنوبية غربية مثيرة لبعض الغبار خاصة على دولة الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية. أجواءنا الليلة بدنا الله راح تكون أجواء معتدلة بشكل عام الهواء الكوس نستمر معانا سرعتها تتراوح ما بين 10 إلى 35 كم في الساعة درجات الحرارة الملحوظ من خلال الخريطة أنه حارة نسبيا مقارنة بالأيام التي فاتت 28 إلى 29 درجة مئوية ما بين مدينة الكويت إلى مطار الكويت الدولي. أما على المناطق الساحلية 26 درجة مئوية جنوبا في أنه يصيب الوفرة 28 إلى 29 درجة مئوية. أما غربا في الشقاية والسالمي 31 درجة. والعبدلي شمالا 37 درجة مئوية. مع دخول ساعات الصباح الأولى ستبدأ تتحول الرياح من رياح جنوبية شرقية إلى رياح جنوبية غربية. تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم في الساعة. قد تكون مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مرتادين الطرق السريعة. حطوا بالكم في هذه الفترة. وكذلك تابعوا النشرات الجوية باستمرار. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم الغد. 27 على المناطق الساحلية. جنوبا ما بين ويصيب والوفرة. 26 إلى 27 درجة مئوية. مطار الكويت ومدينة الكويت 28 درجة مئوية. كذلك بفعل نشاط الرياح قد يرتفع معها الموج. ويصل إلى أكثر من 6 قدم. ما ننصح في أي نشاط بحري في هذه الفترة. وتأجيل أي نشاط بحري ومتابعة النشرات الجوية باستمرار. من خلال نشراتنا الجوية. أو من خلال حساب وزارة الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي. أو من خلال تطبيق ويتمت التابع لإدارة الأرصاد الجوية. تفاصيل أكثر حول الطقس. ستكون مع زميلنا خالد الجمعان في نشرة الساعة التسع. نستودعكم الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة